الخيار الأرجح لأداء الامتحانات النصفية لطلبة المدارس حضوريا لا ألكترونيا على أن يتم الإعلان عن الآلية والموعد خلال الفترة المقبلة هذه الترجحات تعززت بتوجيه من وزارة التربية إلى المديريات العامة في المحافظات باستثناء إقليم كردستان بالاستعداد التام لإجراء الامتحانات ونهاية الكورس الأول والامتحانات التمهيدية للعام الدراسي التوجيه الوزاري شمل ضرورة متابعة الآلية الخاصة بتهيئة المراكز الامتحانية لتوفير كافة الشروط الصحية المطلوبة بغية تحقيق مبدأ السلامة خلال أيام الحظر الجزئي فقط لجنة التربية النيابية من جهتها توقعت انتهاء العام الدراسي باعتماد درجات نصف السنة كدرجات نهائية للعام الدراسي الذي لم يتبق له سوى شهرين فقط إلا أنه يبقى مجرد توقع وتوصيات يمكن أن ترفعها اللجنة للجهات التنفيذية كون القرارات بهذا الخصوص تصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة حصرا وفيما يخص التعليم العالي فإن امتحانات نصف السنة ستكون ألكترونية في الدراسات الأولية للمواد غير الأساسية مع استمرار الدروس العملية للمراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض كما تقرر تأجيل الاختبارات الحضورية للمواد الدراسية الأساسية التي حددت في وقت سابق بنسبة 60% للمراحل ما فوق الأولى ونسبة 40% من المواد الأساسية للمرحلة الدراسية الأولى على الرغم من ذلك فإن المتغيرات في القرارات واردة بأي لحظة والمتحكم بها هو الموقف الوبائي ومدى انتشار عدوى الجائحة التي تقدر من قبل وزارة الصحة سلالبياتي العراقية الإخبارية